السلام عليكم يا الأصدقاء وأهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع الجديد والأسطوري وكل هذا على قناتكم جيمز بار في هذا المقطع الخاص باليوم إن شاء الله يا الأصدقاء سوف نقوم بالتعرف على لاعب خرافي بعقد ترشيح ثلاثة نجوم فقط نعم يا أصدقاء بعقد ترشيح ثلاثة نجوم سوف تحصل على لاعب قوي جدا يلعب في ثلاثة مركز يلعب في مركز الطهيرة الأيصر يلعب لكسام ايف ويلعب كذلك في مركز الام ايف سوف نقوم بشراء هذا اللاعب تطويره وكذلك سوف نقوم بتجربتي على أرضية الملعب حتى نرى الآذى الخاص به على المهم ألتقائي حتى لا أعطي عليكم كثيرا في المقدمة لا تنسونا دائما بدعمكم الرائع للمقاطع عبر الضغط على زر لايك اشترك في القناة إذا كنت غير مشارك بعد اشترك معي الآن يا صديقي في القناة وفعل زر الجرس حتى تتوصل بجميع المقاطع الجديدة على القناة أول بأول كذلك يا صديقي لا تنسى ترك تعليق محافزنا وأيضا إذا كان لديك أي تسأل اكتبه في تعليق سوف أقرأ جميع التعليقات وأجيب الجميع إن شاء الله أما الآن ندخل في المقطع ونتعرف على اللاعب نتوجه مباشر أصدقائي إلى كونترا هنا بعد ذلك أصدقائي سوف نقوم مباشرة بالتوجه إلى Special Player Race بعد ذلك أصدقائي سوف ننتقل إلى باكزات عقود الترشيح ننتقل مباشرة إلى هنا أصدقائي كما تشاهدون هناك باكز كلوب إيكونز وهناك هذا الباكز الخاص بالدوري التركي كما تشاهدون في هذا هو الباكز الأصدقائي نختار نومانيتين كونترا بعد ذلك سوف يظهر مع اللاعبون هناك اللاعبين يعني كما تشاهدون لعبين بعقود ترشيح خمس نجوم أربع نجوم لكن اللاعب الذي معنا نحن في هذا المقطع الأصدقائي هو لاعب بعق ترشيح ثلاثة نجوم فقط وهذا هو اللاعب كما تشاهدون أصدقائي لاعب خرافي جدا يمكنك شراءه بعق ترشيح ثلاثة نجوم فقط سوف يكون آذاؤه أسطوري جدا كما تشاهدون يلعب في مركز الأل بي سام اف وكذلك الأيم اف كما تشاهدون أصدقائي هذه طاقة لعب طاقة مرتفعة جدا بصراحة أصدقائي هذا اللاعب لعب قوي جدا يعني يستحق الشراء وتجل وكما تشاهدون يعني حتى الصرعة الخاصة باللعب يعني كبيرة جدا انظر يعني أكسلوريشن الذيه 84 في المستوى الأول طاقة التسديد يعني لديه تسديدات قوية جدا أصدقائي انظر حتى الصامن الخاصة يعني لاعب لا يتعب بسرعة عندما يلعب يعني يمكنه اللاعب يعني حتى الأشواط الإضافية بشكل عادي جدا يمكنك اعتماد عليه كذلك الذيه مهارات خرافية نختار يعني تعاقد مع اللاعب بأكثر ترشيح ثلاثة نجوم فقط أصدقائي يعني لاعب مجاني أصدقائي يمكنكم التعاقد معه صراحة اللاعب خرافي نختار أوكي حسنا أصدقائي ننتقل الآن مبارسة إلى جيم بلان حتى نقوم بإضافة اللاعب إلى التشكيلة الخاصة نختار تشكيلة 4 3 1 2 والتي هي تشكيلة التي اعتمد علي أنا شخصين أصدقائي نقوم بتغيير بلاي سايل هنا أصدقائي إلى اللونغ بالكونسر حسنا الآن تشكيلة جاهزة نقوم أصدقائي الآن بالبحث عن اللاعب نقوم بالبحث هنا أصدقائي نختار كوندراب بريود سوف يضار مع اللاعب كما تشاهدون يمكنه اللاعب هنا في مركز البي طاقته 92 أصدقائي كذلك يمكنه اللاعب في مركز SMF وكذلك يمكنه اللاعب في مركز IMF حسنا الأصدقائي بما أن اللاعب سوف يلعب بالقلم اليسرى فيستحسن أن تقوم بوضعه في هذا المكان وليس في هذا المكان المهم أصدقائي إذا كنت تريد اللاعب بها في مركز SMF فيجب أن يلعب على الجهة اليسرى لأنه كذلك يلعب في مركز LB حسنا الأصدقائي الآن سوف ننتقل إلى مباراة وسوف نقوم بتجربة هذا اللاعب في جميع المركز التي يمكنه اللاعب فيها أي أنه سوف يلعب LP ثم SMF ثم في مركز IMF أما الآن أصدقائي ننتقل إلى مباراة ونقوم بتجربة هذا اللاعب على أرضية الملحب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة